منذ عام اتخذ دونالد ترامب قراره بنقل السفر الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراب بها عاصمة لإسرائيل خطوة ظن ترامب أن المجتمع الدولي سيسير على نهجه ولكن سرعان ما خاب ظنه عندما اعترضت الأمم المتحدة على قراره ورفضته وانتقدته دول العالم وفي ذكرى مرور سنة على القرار سعدت الولايات المتحدة عسكريا مع إيران استنادا إلى ما تقول إنها معلومات استخباراتية حصلت عليها وهو ما جعل عددا كبيرا من كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين يتساءلون عن مدى الربط بين الملفين ويؤكد البعض أن ترامب ومستشاريه تعمدوا التصعيد مع إيران في وقت يستعدون فيه لطرح تفاصيل خطتهم للسلام في الشرق الأوسط وهما ينظر في رأي هؤلاء بكارثة متهمين ترامب بتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر لا يمكن المجادلة في أن ترامب أعدنا إلى الوراء في قيادة العالم وفي كل الملفات ترامب سياساته الرهنة يعرض الأمن والسلم في العالم للخطر وبينما يسير الرئيس الأمريكي وأعوانه في الإدارة في اتجاه أظهر الداخل الأمريكي غضبا وإحباطا من التخبط في إدارة السياسة الخارجية خاصة ملفات إيران وعملية السلم في الشرق الأوسط وانتقد كبار المسؤولين حالة الغموض التي توحيط بقرارات الإدارة لا يمكن اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن القومي في غياب معلومات استخباراتية تقيم الموقف الآن نتعامل مع موضوع إيران مثلا بشكل أعمى لم أشهد في تاريخنا إدارة تتعامل هكذا إلا ترامب التزامن في التوقيت بين التصعيد مع إيران وقرب إعلان خطة السلام يراه البعض متعمدا من قبل البيت الأبيض وتوجد رؤى سياسية هنا تقول إن ترامب وضع ملف إيران في صدارة اهتماماته رغبة منه في إحراز أي نصر يغطي على فشل متوقع لخطة السلام المزعومة بينما توجد وجهة نظر أخرى تشير إلى أن ترامب في مدته المتبقية يريد الوصول إلى حلول تصب في صالحه في هذه القضايا بما يمهد له الطريقة أمام الفوز بفترة رئاسية ثانية وتضحض قول كثيرين بأن لا دراية له بالسياسة وبشؤون الأمن القومي عام على اتخاذه لهذا القرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمكثون خلفي في البيت الأبيض أثرت ضجة عالمية عندما أعلنه وواجه معه عزلة لم تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها الحديث ويقول عدد كبير من الأعباء الديمقراطين هنا في الكونغرس الأمريكي إن سمعة الولايات المتحدة اهتزت كثيرا في عهد هذا الرجل خالد خيري الغد واشنطن اشتركوا في القناة